الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وصلاة وسلام على المصطفى محمد وعلى آله ومن اقتفى ثم أما بعد نرحب بكم مجددا في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون معا في قسم التفسير سنأخذ سويا الدرس الثامن تفسير الآيات من الآية الخامسة والأربعين إلى الآية السادسة والأربعين من سورة العنكبوت قبل الانطلاق في الدرس دائما ما نكرر ونقول ماذا أخذنا في الدرس السابق لماذا حتى نتأكد من فهمنا لهذا للدرس السابق ثم بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد أخذنا في الدرس السابق تفسير الآيات من الآية الواحدة والأربعين إلى الآية الرابعة والأربعين من سورة العنكبوت الآن ستظهر أمامكم بعض الأسئلة أتمنى منكم الإسراع والإجابة على تلك الأسئلة حتى نتأكد من فهمنا للدرس السابق السؤال الأول ما معنى الكلمات الآتية لدينا الآن مجموعة من الكلمات نريد الإجابة على معنى كل كلمة من تلك الكلمات الكلمات هي العزيز الحكيم يعقلها لآية الكلمة الأولى ما معنى كلمة العزيز ما معنى كلمة العزيز جاء معنى في الآيات السابقة العزيز ما معنى هذه الكلمة أحسنتم نقول الغالب العزيز الغالب الكلمة الثانية الحكيم الحكيم ما معنى كلمة الحكيم أحسنتم نقول الذي يضع الأشياء في موضعها الذي يضع الأشياء في موضعها وهذين اسمين من أسماء الله جل وعلا كما أخرنا ذلك بعد ذلك الكلمة الثالثة يعقلها ما معنى كلمة يعقلها لا يعقل هذا المثال الذي ضربها الله جل وعلا كلمة يعقلها أحسنتم نقول يعقلها أن يدركها يفهمها لا يدرك هذا المثال ولا يفهم هذا المثال إلا ما نوصفها الله عز وجل كما تعلمنا بالعلم لآية ما معنى كلمة لآية آخر كلمة لدينا كلمة لآية ما معناها لآية أحسنتم لآية أي لعلام آية معناها علامة بعد ذلك السؤال الآخر علل سبب اختيار بيت العنكبوت لتكون مثالا أو مثلا لما يتخذه المشرك إلها له نعيد علل ما معنى كلمة علل أي يذكر السبب ما السبب لماذا اختار الله عز وجل بيت العنكبوت لتكون مثلا لمن يتخذ يتخذ إلها غير الله جل وعلا لما يأتي هذا المشرك فيعبد الأوثان شبه ذلك ببيت العنكبوت ما السبب لماذا أحسنتم نقول لضعف تقديرهم وسوء اختيارهم هذا المشرك اختار من لا ينفعه ولا يضره لهذا نقول لضعف تقديرهم وسوء اختيارهم فبيت العنكبوت من أضعف البيوت فهو لا يقي حرا ولا بردا ولا مطر كذلك ما اتخذوهم من الأولياء هؤلاء لا ينفعونهم بشيء ولا يردون عنهم عذاب الله إذا نزل إذا نزل بهم لهذا شبه الله عز وجل وضرب مثلا لهؤلاء المشركين لما يسجد ويعبد هؤلاء هؤلاء الأولياء كأنه هذه العنكبوت التي اتخذت هذا البيت بيت العنكبوت فهو لا يقي حرا ولا بردا ولا مطرا كهؤلاء الأولياء الذين عبدوهم من دون الله فهم لا ينفعونهم ولا ولا يستفيدون منهم بعد ذلك السؤال الآخر اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس العبارة نستفيد من قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أن الأمثال في القرآن الكريم الأمثال في القرآن الكريم الخيارات يفهمها كل من يقرأ القرآن الكريم خيار الأول الخيار الثاني لا يفهمها إلا العالم بالله ومن عمل بطاعته واجتنب سخط الله جل وعلا الخيار الثالث يفهمها من ليس من أهل العلم ما هو الخيار المناسب والإجابة الصحيحة لهذه العبارة نستفيد من قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أن الأمثال في القرآن من يستفيد منها الخيار الأول يستفيد منها كل من يقرأ القرآن الخيار الثاني يستفيد منها العالم بالله ومن عمل بطاعة الله وابتعد عن سخط الله الخيار الثالث يفهمها من ليس من أهل العلم من ليس من أهل العلم ما هو الخيار الصحيح من بين تلك الخيارات الثلاثة أحسنتم نقول الإجابة الصحيحة أن الأمثال في القرآن الكريم لا يفهمها إلا العالم بالله ومن عمل بطاعته واجتنب سخطه لهذا قال الله عز وجل وما يعقلها وما يعقلها لا يفهمها لا يدركها إلا العالمون العالمون بأمر الله عز وجل لديهم العلم الذي يجعلهم يطيعون الله عز وجل ويجتنبون ما يغضب الله جل وعلا السؤال الآخر استنبط فائدتين من قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين نريد أن نستخرج من هذه الآية فائدتين مرة أخرى استنبط فائدتين من قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين نريد أن نستنبط ونستخرج من هذه الآية فائدتين من يستطيع أن يقول لي ما هي الفائدة الأولى ماذا نستفيد من هذه الآية انظروا إليها أمامكم أحسنتم أيضا نريد فائدة أخرى أحسنتم أحسنتم نقول نستنبط من هذه الآية الفائدة الأولى التفكر في مخلوقات الله التفكر في مخلوقات الله جل وعلا أيضا نستفيد من هذه الآية إثبات التصاف الله عز وجل بالربوبية هو المتصرف بهذا الكون سبحانه لهذا هاتين الفائدتين نستخرجها من هذه الآية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد الوحدة الثانية سورة العنكبوت الدرس الثامن تفسير الآيات من الآية الخامسة والأربعين إلى الآية السادسة والأربعين من سورة العنكبوت بإذن الله في هذا الدرس أولا سنبين معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على البعض معرفة معناها كذلك سنفسر الآيات من الآية الخامسة والأربعين إلى الآية السادسة والأربعين من سورة العنكبوت نوضح آثار الصلاة الآثار السلوكية أو الآثار الاعتقادية أيضا سنختم ذلك كله بأننا سنعدد عددا من آداب المجادلة آداب المجادلة فننطلق أولا في هذه الآيات للاستماع لقارئ لهذه الآيات أتمنى منكم الآن الإنصات والاستماع لهذه الآيات حتى بعد ذلك ننطلق في تفسيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون في هذه الآيات بعد أن استمعنا إليها قد يأتي في أذهاننا موضوع لهذه الآيات فلو سألتكم سؤال من يستطيع أن يستخرج لي ما موضوع الآيات هذه الآيات تحدثت عن ماذا الموضوع دائم دائما نطلقه على شيء يجمع هذه الآيات أو شيئا من تلك الآيات فمن يستطيع أن يقول لي ما هو موضوع هذه الآيات هذه الآيات تكلمت عن شيء أنظروا إلى الآيات وحاولوا أن تستنبطوا وتستخرجوا ما هو الموضوع الذي يجمع يجمع ما ورد في هذه الآيات أحسنتم أحسنتم هذا الأمر الأول أيضا نريد الأمر الثاني قلنا أن هذه الآيات تتحدث عن أمرين أحسنتم نقول موضوع الآيات أولا آثار الصلاة آثار الصلاة السلوكية والاعتقادية فهذا الأمر الأول آثار الصلاة الأمر الثاني فيما جاء في هذه الآيات نقول آداب المجادلة آداب المجادلة فبإذن الله في هذه الآيات وسنتأمل ذلك بعدما ننتهي أننا سنتعرف على ما هي هذه الآثار للمصلي سواء كانت اعتقادية أو سلوكية أيضا ما هي الآداب آداب المجادلة بعد ذلك نأتي إلى ما هي الكلمات التي قد تشكل على الباظ معرفة معناها هناك كلمات في هذه الآيات الباظ قد يشكل معنى عليه معنى هذه الكلمة فالآن نريد أن نتعرف عليها الكلمة الأولى الفحشاء ما معنى كلمة الفحشاء كلمة الفحشاء إن صلاة تنهى عن الفحشاء ما معنى كلمة الفحشاء؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ ما معنى كلمة الفحشاء؟ ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ الفحشاء أحسنتم نقول كل ما استعظم واستفحشة الإنسان من المعاصي فكل ما هو مستعظم ويعتبر من المعاصي هو نقول هذا ما يطلق عليه بالفحشاء نطلق عليه بالفحشاء فكل ما استعظم من المعاصي هو ما يعبر عنه بكلمة الفحشاء الكلمة الثانية لدينا ولا تجادلوا ما معنى كلمة المجادلة؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب ما معنى كلمة ولا تجادلوا؟ الجدال ما معنى الجدال؟ أحسنتم نقول المجادلة المحاورة على سبيل المغالبة حينما تتحاور مع شخص آخر تريد أن تبين له أن ما تحمله من فكرة هي الفكرة الصحيحة وهو الرأي السديد هذه هي المقصود بالمجادلة أن تتحاور مع من معك حول أمر على سبيل المغالبة وتريد أن تنتصر عليه و أن توضح أن هذا الحق هو معك فهذا هو معنى هذه الكلمة بعد ذلك ما معنى هذه الآيات؟ و ما تفسير هذه الآيات بعد أن تعرفنا على معنى هاتين الكلمتين؟ فنقول تفسير هذه الآيات أولاً جاء في قول الله عز وجل أتلو ما معنى كلمة أتلو؟ أي إقرأ أتلو أي إقرأ إقرأ و أعمل بماذا؟ بما أوحي إليك من الكتاب إقرأ بما جاءك في هذه الآيات و في هذه الكلمات العظيمة القرآن الكريم قال الله عز وجل أتلو أي إقرأ و أعمل بما أوحي إليك من الكتاب أي ما أنزل إليك يا محمد من هذا الوحي في الصلاة و ما يتعلق بشروطها و أركانها و واجباتها فهذه الذي سيتحدث عنها القرآن في إكمال هذه الآية لهذا جاء بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر أي أن هذه الصلاة تنهى صاحبها أن يقع في الفواحش أن يقع في الفواحش كذلك و لذكر الله أكبر أي أن ذكر الله تعالى بالفكر و القلب و اللسان له أثر كبير جدا في أن يمنع الإنسان من الفحشاء لهذا نقول أن ذكر الله ينهى عن الفحشاء و المنكر كما ذكره كما أن ذكر الله عز وجل العبد يعتبر أعظم و أجل من ذكر العبد لله ثم بعد ذلك جاء في الآية والله يعلم ما تصنعون ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الله عز وجل يعلم من خير أو شر عملتموه فيجازيكم على هذا الصنيع و هذا العمل لهذا قال الله عز وجل و الله يعلم ما تصنعون هذا الجزء الأول من الآيات الجزء الثاني وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ ذَلِكَ بِاللُّطْفِ وَاللِّينَ كَذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فهؤلاء لا يجادلون لا تجادلهم الذين ظلموا لا تجادلهم فلهذا نقول لا فائدة من جدالهم لماذا لا نجادلهم؟ لأننا لا نستفيد من هذا الجدال لا نستفيد من هذا الحوار لهذا جاء الله عز وجل في هذه الآية قال وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ أَلْطَفْ أَحْسَنُ أَفْضَلْ ثم بعد ذلك قال إِلَّا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أي هؤلاء لا تجادلونهم لأنه لا فائدة من مجادلتهم ثم جاء بعدها وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وهو القرآن الكريم وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مَا الَّذِي أُنْزِلَ إِلَى هَؤْلَا أَحْسَنْتُمْ التوراة المنزل على موسى عليه السلام التوراة المنزل على موسى عليه السلام كذلك الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام ثم جاء وَإِلَهُنَا وَإِلَهَكُمْ مَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهِ جِلَّ وَعَلَا فَهُوَ وَاحِدٌ لا شريك له ولا ند سبحانه ونحن له مسلمون أي أننا خاضعون مستسلمون لله جل وعلا فهذا هو معنى هذه الآيات فلو نلحظ في تفسير هذه الآيات لنجد أن هذه الآيات تحدثت عن أمرين الأمر الأول فيما يتعلق بالآية الأولى عن آثار الصلاة وما يحققه المصلي كذلك في الجزء الثاني يتحدث عن الجدال والحوار الذي يكون الهدف منه أن يغلب الإنسان وينقل فكرته إلى غيره لما قال ولا تجادل أهل الكتاب أي أنه يكون باللطف واللين هذا من آداب المجادلة إلا الذين ظلموا أي أنك تقطع هذا النقاش والحوار حينما لا يكون فائدة من هذا الحوار ولا النقاش بعد ذلك نأخذ ماذا نستفيد من هذه الآيات فلو سألنا سؤال من خلال ما ذكرنا قبل قليل في تفسير هذه الآيات ماذا نستفيد ما هي المعرفة أو المعلومة التي أخذناها من هذه الآيات استفدناها من هذه الآيات من يستطيع الإجابة ما الفوائد ما الاستنباطات التي نأخذها من هذه الآيات نريد منكم أكثر نريد أكثر نذكر أكثر من فائدة فنريد أكثر من فائدة منكم أيضا ماذا ماذا نستفيد الآيات أمامكم اقرأوها وتذكروا ما ذكرنا قبل قليل في تفسيرها وحاولوا أن تستنبطوا منها معلومة أو فائدة استفدناها من هذه الآيات أحسنتم أحسنتم نقول أعظموا هذه الفوائد وأبرز هذه الفوائد الأمر بتلاوة القرآن الكريم مع تدبره والعمل بما يدل عليه لهذا جاء في الآية أتلو ما أوحي إليك فلهذا جاء الأمر بتلاوة هذا القرآن فنقول نراجع أنفسنا فيما يتعلق بقراءة هذا القرآن كم من الآيات نقرأها في يومنا هذه الفائدة نستفيدها أننا نتلو هذا القرآن مع تدبره والعمل بما جاء فيه أيضا من فوائد هذه الآيات من فوائد هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة على الوجه الذي شرعه الله للأسف بعض الشباب قد يأتي لأداء الصلاة فيصليها كما يريد هو لا كما يريده الله جل وعلا فلأنه لا يأتي بالطمأنين فيها فنقول ننتبه الله يريد أن تقيم هذه الصلاة كما يريده منك لهذا قلنا الأمر بإقامة الصلاة على الوجه الذي شرعه الله تعالى وبيان أنك حينما تصلي هذه الصلاة التي يريدها الله فآثرها عليك على المصلي في تزكية نفسك عن أن تقترف الفواحش أو أن تفعل المنكرات فهذه الصلاة حصن في أن تقع في المنكرات وأن تقع في الفواحش لهذا من أراد أن يعالج ما يقع فيه من مثل الفواحش أو المنكرات نقول عليه بأداء هذه الصلاة كما أمر بها الله جل وعلا تقيمها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها أيضا من الفوائد في ذلك أن من أداء المجادلة أن يكون القصد من هذا النقاش وهذا الجدال أن يكون القصد بيان الحق فالهدف أن توضح الحق لا أن تنقل الباطل لهذا نقول من أداء المجادلة أن يكون القصد منها بيان الحق وكشف الباطل لا مجرد المغالبة وحب العلو لذا أمر الله عز وجل أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن لابد حينما تناقش أو تجادل أحدا أن تكون داعيا للحق وتريد بيان الحق أيضا من الفواعد في هذه الآيات أن من أداء المجادلة أن يبدأ المتجادلان بتقرير القواعد المتفق عليها فلو أتى شخصان يريدان أن يتناقش في موضوع يقولان ما هو الشيء الذي يتفقان فيه فحينما يتفقان على أمر يبدأان فيما يختلفان فيه وهذا من أداء المجادلة أن يبدأ المتجادلان بتقرير القواعد المتفق عليها لتكون أساسا لمناقشة باقي المسائل التي اختلف فيها أيضا من الفواعد في هذه الآيات ونختم بها أن نهي عن المجادلة إذا لم تكن لها فائدة مرجوة وللأسف كثير من يقع في هذا الخطأ فتجد أنه يجلس الساعات في النقاش وهو يعلم أنه لا فائدة من هذا النقاش فنقول ننتبه هذا الجدال الذي لا قيمة من الأدب فيه أن نقف حينما نعلم أنه لا فائدة مرجوة من هذا النقاش حتى يطول الأمر في أمر لا فائدة مرجوة من هذا النقاش وهذا الجدال بعد ذلك نأتي إلى ما هي الآثار السلوكية ما هي الأعمال التي سنقوم بها بعد أن ننتهي بإذن الله من هذا الدرس ماذا نستفيد؟ ماذا سنطبق في حياتنا؟ ما هي الأعمال التي رأيت من خلال هذه الآيات وأردت أن تقيمه في حياتك؟ أحسنتم أيضا أحسنتم من الآثار أحافظ على تلاوة القرآن فمن اليوم إن كنت مقصرا فافتح صفحة جديدة مع الله عز وجل في تلاوة هذا القرآن وإن كنت تقرأ القرآن لكنك مقل فحاول أن تزيد لهذا هذا هو الأمر الأول أن أحافظ على تلاوة القرآن وأن أتدبر معاني أيضا من الآثار أحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها فمن اليوم راجع نفسك ما هي الصلاوات التي تقصر فيها حاول أن تجتهد لتحقق الأثر المرجو بعد ذلك في أداء هذه الصلاة أيضا نختم بآخر أثر سلوكي نستفيد من هذه الآيات أتحدث مع الناس بالتي هي أحسن لأكسب حبهم ومودتهم فدائما حينما تريد أن تحاور شخصا أو تجادل شخصا تكون بالتي هي أحسن لأن الهدف أن يكون هناك نشر العلم وأيضا المحبة المتبادلة بين الآخرين بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقييم حتى نتأكد من فهمنا لهذا الدرس السؤال الأول استدل من الآيات على وجوب العمل بالقرآن ما الدليل على أنه يجب عليك العمل بالقرآن الكريم ما الدليل في ذلك؟ أحسنتم نقول أتل ما أحيي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع فهذه الآية دلت على وجوب العمل بالقرآن أيضا من الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس العبارة الأولى قال الله تعالى أتل ما أحيي إليك من الكتاب معنى تلاوة القرآن ما معنى تلاوة القرآن؟ الخيار الأول تلاوة ألفاظ القرآن فقط الخيار الثاني تلاوة ألفاظ القرآن وحفظه فقط الخيار الثالث والأخير تلاوة ألفاظ القرآن و العمل به ما هو الخيار الصحيح من بين هذه الخيارات الثلاث؟ الخيار الأول تلاوة ألفاظه فقط الخيار الثاني تلاوة ألفاظه وحفظه فقط الخيار الثالث تلاوة ألفاظه و العمل به أحسنتم نقول الخيار الثالث تلاوة ألفاظه و العمل و العمل به العبارة الثانية الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء و المنكر هي الصلاة التي ما هي الخيارات؟ الخيار الأول تؤدى مرة و تترك أخرى تؤدى مرة و تترك أخرى الخيار الثاني تؤدى ناقصة الأركان و دون خشوع تؤدى ناقصة الأركان و دون خشوع الخيار الأخير و الثالث يحافظ على أدائها بأركانها و شروطها و خشوعها ما هو الخيار الصحيح من بين هذه الخيارات الثلاث؟ أحسنتم نقول يحافظ على أدائها بأركانها و شروطها و خشوعها بهذا نقول للحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على بعض معرفة معناها كذلك فسرنا الآيات من سورة العنكبوت من الآية 45 إلى الآية 46 كذلك وضحنا أثار الصلاة السلوكية والاعتقادية وختمنا ذلك بإذن الله بأننا لدينا الآن القدرة على أن نعدد هذه الأداب أداب المجادلة بهذا نقول للحمد انتهينا أشكر لكم حرصكم وتفاعلكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد